الشركة المتحدة أيضاً عملت بيان وتكلمت فيه في نفس الإطار في نفس الإطار الهيئة الوطنية للإعلام تكلمت فيه بلوال التزام بالكود الرياضي المصري الإعلامي وده ما بين كل الأندية وده اللي احنا دايماً بنلتزم به كل الناس الحقيقة خلال حتى الفترة السابقة أنا استغربت جداً 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 من اللي حصل النهاردة لأنه خلال الفترة السابقة يمكن أكتر قناة كانت بتتكلم أو بتشيد بكل لاعبي متخبنا الوطني اللي ما بيلعبوش في النادي الأهلي هي قناة الأهلي حتى أنا شخصياً استقبلت تليفونات مهمة من لاعبين ما بيلعبوش في النادي الأهلي وكانوا مبسوطين جداً جداً من اللي بيحصل على شاشة قناة النادي الأهلي من دعم كبير جداً جداً لكل المنتخب بالكامل فالأمور الحمد لله ماشي بشكل جيد الكل بينبض التعصب الكل بيبعد عن الفتنة الكل ما عرفش إيه السبب في أن حد يطلع يتكلم بهذا الشكل يوم مباراة مهمة زي دي يوم مباراة النادي الأهلي بيلاعب نادي بالميرس ومن الممكن جداً قبل المباراة طبعاً أن النادي الأهلي كان كاد أن يتأهل إلى المباراة النهائية ويصل لأول مرة في تاريخه إلى المباراة النهائية وممكن جداً يعلم ساعتها كان إيه حصل فالحقيقة يعني البيان اللي صادر من الهيئة الوطنية للإعلام ثم البيان الصادر من الشركة المتحدة ثم البيان الصادر من شركة بريزنتيشن سبورت ثم بعد كده كل الحاجات دي تؤكد لك أن الأمور الحقيقة بتتاخد دايماً بشكل نبذ التعصب والبعد عن كل شيء يودينا إلى هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر